لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا عزيزي المشاهدين أنا برحب بيكون في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعلوان حلقتنا النهاردة ابن حجر بين التأويل والتفويض وزي ما عودناكم دايما إن احنا بننقل من كلام ابن حجر نفسه وبنحاول نشوف هل ابن حجر التزم بكلامه أم خلفه وزي ما تكلمنا في الحلقات اللي فاتت إن مسهب ابن حجر هو تأويل الصفات وده أعلن ابن حجر بنفسه في فتح الباري وهناخد مسهل على كده في صحيح البخاري كتاب التهجد باب الدعاء في الصلاة في آخر الليل يقول لنا كده قال ابن العربي حكي عن المبتدع رد هذه الأحاديث وعن السلف إمرارها وعن قوم تأويلها وبه أقول وإحنا هنا بنلاحظ إن ابن حجر بيعلق على كلام ابن العربي وكان تعليق ابن حجر وبه أقول يعني تأويل الصفات هنشوف كمان ابن باز موقفه إيه من تأويل الصفات وبيوصف اللي بيأوله بإيه فتوى العلمة ابن باز بيقول أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مسهب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن صار في ركابهم وهو مسهب باطل أنقره أهل السنة وتبرقوا منه وحذروا من أهله يعني العلمة ابن باز بيقول لنا أن تأويل الصفات مسهب الجهمية وأهل البدع وده مسهب باطل وأن أهل السنة تبرقوا منه وحذروا من أهله واللي شرح أهم كتاب بعد القرآن بيقول أنا مسهبي هو التأويل فبدل ما أهل السنة يتبرقوا من كتابه ومنه بنلاحظ أن هم بيدرسوا كتابه وبيعتبروه أعظم شرح الأعظم كتاب بعد القرآن وهو صحيح البخاري وهنا فيه سؤال لكل مسلم أنت إزاي بتقبل الكلام ده وهنشوف فعلا ابن حجر رادي بالتأويل زي ما قال وبه أقول ولا غير رأيه خلينا نشوف في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم يقول لنا كده الحفظ ابن حجر إيه وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويد معانيها إلى الله تعالى يعني إيه؟ يعني شوفنا ابن حجر نقل كلام إمام الحرمين اللي بيقول الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويد معانيها الانكفاف عن التأويل يعني توقف عن التأويل وابن حجر قبل شوية كان بيقول عن التأويل وبها أقول وطبعا ابن حجر هنا قال أنا مش هقول بالتأويل طب هتقول ليه ما إيه المرة دي نقرأ الكلام مرة كمان الانكفافة عن التأويل وإجراء الزواهر على مواردها وتفويد معانيها إلى الله تعالى يعني فيه كلمة جديدة علينا بنشوفها وهي وتفويد معانيها إلى الله تعالى يعني المرة دي ابن حجر مش هيقول بالتأويل طب هتقول بإيه إنما بالتفويد نكمل قراءة ابن حجر وبيعلق على كلام إمام الحرامين في فتح الباري لنفس الحديث وبيقول وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليس ومن عصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل الكورون الثالثة وهم خير الكورون بشهادة صاحب الشريعة طيب انت هنا طبعا ابن حجر بين الكلام إمام الحرامين وطبعا هو مش موافق وبس ده بيقول هو مسهب الصحابة والتابعين وأهل الكورون الثلاثة وهم خير الكورون وطبعا ده كذب وافتراء من ابن حجر وهنتأكد منه أن أهل العصر الثالث أن عمرهم قالوا بالتفيد وهنتكلم عنه بالتفصيل في الحلقة الجاية هنشوف في شرح الحديث اللي جاي ابن حجر بيقول عن نفس التفيد أن أعتقاد التنزيه وطبعا بعد ما بيقول الكف عن التأويل في صحيح البخاري كتاب تفسير الكرآن صورة الزمر بقوله هو ما قدر الله حق قدره الحفظ ابن حجر بيقول لنا إيه؟ قال والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه وبنلاحظ هنا أن ابن حجر قال الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه وهنشوف الشيخ البراك هيشرح لنا الكلام ده إزاي؟ الشيخ البراك رح قال والأولى في هذه الأشياء الكف عن التأويل وإن أرادنا في حقائقها مع التفيد معاني ما ورد في النصوص من ذلك فيكون مراده بهذا القول ترجح طريقة التفيد على طريقة التأويل وكلاهما باطل لأن مبنى هم علن في حقائق هذه الصفات هو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة وهذا التقدير هو الغالب على طريقة الحافظ والنووي رحمهم الله وهنا يبقى الشيخ البراك بيقول لنا بيقول إن في طريقتين طريقة التأويل ودي شرحناها في الحلقات اللي فاتت كتير وطريقة التفيد والتفيد زي ما شرح الشيخ البراك معناه تفيد المعاني يعني يقول إيه؟ يعني يقول أنا معرفش المعنى وأفوض علم المعنى لله وطبعا قال كلاهما باطل وحكم إنها مسهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة واتفاجئنا من تعليق الشيخ البراك إنه بيقول في آخر تعليقه إن الغالب على طريقة ابن حجر إنها على مسهب المعطلة من الجهمية وده اعتراف من الشيخ البراك إنه حتى التفيد مسهب للجهمية يبقى كده ابن حجر جهمي في التفيد يعني في التأويل جهمي وفي التفيد كمان جهمية وطبعا الجهمية دي إيه؟ بضع وكفر خلينا كمان نشوف الشيخ صالح السند يقول معنا التفويد ايه في الفيديو اللقاء اما مذهب اهل التجهيل فهو المذهب الذي بين ايدينا الان وهو مذهب المفوضة هذا المذهب حقيقته راجعة الى تعطيل صفات الله تبارك وتعالى ولذا ادرجناه في مذاهب اهل التعطيل التفويد في اللغة هو الرد الى الشيء ومنه قوله تعالى ووفوض امري الى الله واما في الاصطلاح فمذهب اهل التفويد هو اعتقاد ان ظواهر نصوص الصفات غير مرادة لاقتضائها التشبيه وان لها تأويلا يعلمه الله فيفوض علمه اليه اذا هذا المذهب قائم على اساسين الاساس الاول ان ظواهر النصوص غير مرادة وان شئت فقل هذه النصوص على غير ظاهرها تجرى على غير ظاهرها ولم فعلوا هذا قالوا لان ظواهر النصوص تفيد التشبيه تفيد تشبيه الله عز وجل بخلقه اذا ماذا نصنع اتى الاساس الثاني قالوا نقول ان لهذا الظاهر تأويلا لكن نحن نجهله ولا يعلمه الا الله فنفوض هالا العلم الى الله عز وجل شفنا الشيخ صلاح السندي بيقول ان مسهب اهل التجهيل هو مسهب المفوضة وان حقيقة المذهب هو تعطيل صفات الله وعشان كده بيعتبر من مذاهب اهل التعطيل وان ما عند التفيد في اللغة هو الرد للشيء زي كده افوض امري لله والتفيد معناها الاستلاحي ان ظواهر نصوص الصفات غير مرادة لاقتداءها التشبيه وان لها تأويلي علمه الله فيفوض عالمه اليه وان مسهب التفيد قائم على اساسين الاول ان النصوص تجرى على غير ظاهرها وعملوا كده عشان قالوا ان الظواهر نصوص تفيد تشبيه الله بخلقه وعشان كده الاساس التاني انهم قالوا ان لهذا الظاهر تأويل لكن نجه المعنى ولا يعلمه الا الله ففوضوا المعنى الى الله خلينا كمان نشوف الشيخ صالح السندي هيقول لنا اهل التفيد واهل التأويل اتفهوا اتفهوا في ايه واختلفوا في ايه في الفيديو الجانب فالمؤول حدد المعنى المراد واما المفوض فقال لا يعلم هذا المعنى الا الله مثال ذلك قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى اذا جئت الى المؤول وجدته يقول هذه الاية على خلاف ظاهرها فالله عز وجل ما استوى حقيقة والمفوض يقول هذه الاية تجرى على خلاف ظاهرها فالله ما استوى حقيقة اما المؤول فقال ولكن معنى استوى استولى نكد اذهاننا ونشتهد لنصل الى المعنى المراد والمفوض قال الله اعلم بما اراد لكن نقطع انه لم يستوي حقيقة لان هذا يقتضي يقتضي التشبيه شفنا الشيخ صلاح السندي قال ان المؤول حدد المعنى المراد لكن المفوض قال لا يعلم هذا المعنى الا الله وعطانا مثل زي كده الرحمن على العرش استوى المؤول يقول الاية على خلاف ظاهرها فالله لم يستوي على العرش حقيقة والمفوض بيقول نفس الكلام وإلى هنا بيكونوا متفقين ان الله لم يستوي على العرش حقيقة لكن المؤول يقول انت معنى استوى استولى وبيحاول يوصل للمعنى المراد المفوض يتوقف ويقول الله اعلم بما اراد ويفوض المعنى لله لان الاستوى على حقيقته يقتد التشبيه انا دلوقتي هلخص لكم الحلقة بتاعت النهاردة هنشوفنا في حلقة النهاردة ان مسهب ابن حجر التأويل باعترافه وبعدها قال والأولى في هذه الأشياء الكفة عن التأويل مع تقاد التنزيه يعني يقصد التفويت والشيخ البراق قال ان طريقة التأويل والتفويت هو مسهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة وشوفنا الشيخ صلاح السندي اكد لينا كلام الشيخ البراق ووضح معنا التفويت في اللغة وفي الاستلوح وقال ان الفرق بين التأويل والتفويت وعطانا مثلا الاستوى على العرش وطيب ممكن دلوقتي بعد ما سمعتوا الحلقة حد يسمعني يقول طب ايه ممشكلة في التفويت طب واني الحلقة الجاية عشان نعرف خطورة التفويت مع قيدة ابن حجر لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وذا يرد بعقل وذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ونعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر